زي النهاردة وإحنا بنحتفل بالذكرى 49 الحرب أكتوبر النهاردة كان اليوم الثاني في هذه الحرب اليوم ده الجيش المصري حقق فيه بطولات وخض فيه معارك عظيمة خط برليف سقط بشكل نهائي وكامل وتم تحرير مدينة الأنطرة شرق كانت فيه كمان معارك قوية جدا على طول الجبهة شرق القناة وقدر الجيش المصري أنه يسيطر بشكل كامل في هذه المعارك ورفع الأعلام المصرية على أرض سيناء وده بعد نجاح الدبابات المصرية في التقدم في العمق ومواصلة قوات المشاه في اختراق خط دفعات العدو وتدمير الوحدات الإسرائيلية في اليوم الثالث اللي هو زي بكرة 8 أكتوبر كان فيه وجوم إسرائيلي مضاد إدرة القدرات أو القوات المصرية أن هي تتصدى لي ببسالة وكمان تم أسر العقيدة على السافياجوري وده طبعا أشهر أسير إسرائيلي في الحرب استمر التفوق المصري في السيطرة على الأرض لحد يوم 28 أكتوبر واللي تم فيه بالفعل وقف إطلاق النار وتحقيق نصر أكتوبر العظيم بفضل شجاعة وبسالة وعبقرية العسكرية المصرية وكمان بفضل صمود الجبهة الداخلية صمود الشعب المصري اللي كان السند وكان الدعم لجيشه وكان المحفز لي كمان على النصر في جبهات القتال فوق أرض سينما أبسط مثال ده لما دعت وزارة الصحة وقت الحرب المصريين دعتهم إلى التبرع بالدم وقتها امتلقت المستشفيات ومراكز ووحدات التبرع بملايين المواطنين لدرجة أن وزير الصحة وقتها الدكتور محمود محفوظ ربنا يرحمه طالب المواطنين بأنهم يتوقفوا عن التبرع بالدم ليه؟ لأن كل التلاجات أصبحت مليانة ومفيش أي مكان نحفظ فيه هذه الأكياس ده غير طبعا أنه في الفترة دي كانت معظم موارد الدولة بتروح للمجهود الحاربي ورغم كده مفيش حد من المواطنين اشتاكى من نقص المواد التموينية مفيش حد اشتاكى من نقص الخدمات وتخيلين قد إيه كان فيه صمود؟ صمود الجابهة الداخلية ودعم الشعب للجيش هو اللي حقق المستحيل وعبر واستعاد الأرض وكرامة المصريين وإحنا بنتكلم عن دعم الشعب للجيش لازم طبعا نتذكر مقولة الراحل البطل محمد أنور السادات لما قال إن هذا الشعب هو الذي صنع سلاح النصر أسلحة لم تصنع من الحديد والفلاز وإنما صنعت بالصبر صنعت بالعناد صنعت بالعرق صنعت بقوة الاحتمال نصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر